أصل خمسة يعني الفرقة كانت شكلها كويس وكان الفاينال مع الجزيرة الجزيرة مركز ثانس هليوبلس مركز ثالث كابتن طريق خير المدير الفني قافل صفحة الفرقة ودي طبعا صورة إذكارية برضو في نفس الصالة صالة المركز أولومبي بالمعاية كابتن طريق خير المدير الفني قافل خالص تماما هذه صفحة وبدأ يرفع الأحمال استعدادا للسوبر طب مباريات السوبر أو دول السوبر مستمرة لأن السيدات أو منتخب السيدات ما عندوش مشاركة عربية المباراة اللي جاية هتكون مع سموحة أول مباراة لهذا الفريق هتكون مع سموحة في دور السستاشر في السوبر بيستوف تري اللي بيكسب مطشين بيتأهل مباشرة طب يا كابتن هيسم هيكون المرتبط معنا لا شكرا المرتبط خلاص أدل عليه وانفصل المرتبط عن الفريق الكبير أصبحت المباراة القادمة بالفريق الكبير فقط طبعا كابتن غزاوي عضو مجلس الإدارة وصورة إذكارية مع الجهاز الفني وإذا ما حضركم شايفين الكأس بطولة بطولة القاهرة وطبعا كل اللاعبات طب الفريق ده يعني لأسف عنده بعض الإصابات في مطالبات بتغيير المحترفة السنغالية اللي هي متواجدة الوقت بتلعب بطولة أفريقيا مع سفورتي يعني إحنا في كلام إنها تتغير في كلام مش هتتغير إحنا عندنا طبعا معلومات وعندنا أنباء ولكن إحنا ما بنعلنش عن أي شيء إلا بعد ما النادي الأهلي بيعلم وده مبدأنا كقناة النادي إحنا متابعين عن كرب كمحبين للنادي الأهلي والحقيقة أنا مبارح يعني قابلت كابتخاذ العوضي صدفة فيه النادي كنت متواجد في نادي الأهلي لوقت متأخر مبارح يمكن الساعة 9 ونص عشر لقيته موجود وموجود في الملاعب وبيتابع الفرقة طبعا كل الفرقة الحقيقة اللي عايز أقوله اللي عايز أوضح أنه ممكن فرقة أو اتنين تتعرض لكبوة ولكن أنا عايز جمهورنا دي يبقى عنده ثقة في شيء يعني والحاجة دي أنا لمسها بحكم وجودي جوه جدران النادي الأهلي ومكاني هنا من الكرسي ده أنا شايف حاجات كتير ثق تماما ورسالتي دي الجمهورنا دي الأهلي أنه في إدارة في مجلس إدارة برئاسة كابتر محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل وإدارة النشاط الرياضي برئاسة كابتر خاد العوضي يكاد يعني يكونوا ما بيناموش عشان يوفروا أحسن وضع للفرق جميعا فصق تماما أي دروب بيحصل في مسؤولين على أعلى مستوى بيقعدوا يحللوا كل ما كل أسباب هذا الدروب أو كل أسباب هذا الإخفاق ويحاولوا يوفروا ما هو متاح لهذا الفريق أن يستعيد عفيةه مرة أخرى فأنا عايز جمهور نادي أهلي آه بنزعل لما في فرقة ما توفقش نادي الأهلي دايما إحنا كجمهور عايزين المركز الأول ولكن خلي عندك ثقة كجمهور نادي الأهلي أن حتى لقدر الله في حين حدوث هذا الدروب أو هذا الإخفاق مش معنى كده أنه الموضوع متروك للصدفة لا أبدا نادي الأهلي أنا بقول لك مبارح لغاية عشر أو تسعة ونص قابلت كابتخاذ العوضي إيه اللي ما عادوا لغاية دلوقتي في نادي الأهلي بيتابع التدريبات أكيد بيدور على الأحسن بيشوف إيه إيه الحاجة أو إيه الحاجة اللي ممكن تتعمل عشان فرقنا تبقى الأول دايما يا جماعة أنا دايما عندي ثقة ودايما لما بيحصل دروب وبقول الدروب دا بيبقى بداية النجاح وبداية طريق جديد ممكن نقرأ شفنا أكبر دليل وأكبر عبرة لنا في السنوات اللي فاتت هو فريق كرة السلة كان عندنا مشكلة دايما في كرة السلة وتفتكروا كنا دايما من نادي ونقول يا دا يا أخي دا مش معقول دا احنا كل اللعب بتاعتنا كويسة مع دا كرة السلة دي النادي الأهلي اشتغل عليها وأصبحنا الحمد لله بأننا تات أربع سنوات متربعين على عرش اللعبة مش بس محليا ولكن أفريقيا قد نتعرض لإخفاق ووضع طبيعي الإخفاق دا بيتبعوا تحليل وبييتبعوا إجراءات من النادي الأهلي عشان نستعيد التوازن مرة تانية لأي فرع من فروع الألعاب اللي بيحصل فيها دروب يعني هنروح لكرة الطائرة يا رجال هنروح لمباراة نادي الشمس اللي كانت يعني بتلاعب عندنا في الصالة واستطاعنا الفوز الحمد لله